عقد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مؤتمرا صحفيا اليوم أعلن فيه عن تنظيم الاتحاد احتفالية تستمر لمدة ثلاثة أيام بمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاق الاتحاد وأكد رئيس الاتحاد أن الاحتفالية التي ستقام تحت رعاية سمو الأمير سيصاحبها مهرجان تسويقي تحت رعاية سمو الأمير وبمناسبة مرور خمسين عاما على الحركة التعاونية الاستهلاكية ينظم اتحاد الجمعيات الاستهلاكية في البلاد احتفالية خاصة بهذه المناسبة وعقد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان مؤتمرا تحدث فيه عن هذه الاحتفالية ثمن خلاله الرعاية السامية لسمو الأمير مؤكدا أنها تدل على اهتمام سموه بالأعمال المجتمعية والجمعيات التعاونية التي تعبر القطاع الثالث بعد القطاعين الحكومي والخاص وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى الاتحاد أعلن السمحان أنه سيتم خلال الاحتفالية الكبرى التي تستمر ثلاثة أيام اطلاق أوبريت خاص يحاكي الحركة التعاونية منذ انطلاقتها ويغطي الكثير من الأمور التي تم إنجازها كما سيتم إطلاق مهرجان تسويقي بالتزامن مع هذه الاحتفالات مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للإحتفالية تبلغ مائتي ألف دينار تم توفيرها من قبل الجمعيات والشركات العاملة معها كما أكد السمحان أنه تم التحضير لإطلاق الاتحاد التعاوني الخليجي وإطلاقه رسميا وتم وضع الهيكل والأفكار والمبادئ وموقع الاتحاد والنظام الأساسي المقترح مشيرا إلى أنه لا خلافات أبدا على الرئاسة والمناصب والخليجيون إخوة وهم يكملون بعضهم البعض